بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الأدادي تحية طيبة لكم ولقاء جديد من أجل أن نصل للمية في اللغة الإنجليزية يحتاج لنا أن تكون معلوماتنا متكاملة ومن ضمنها هي المينينج بالضافة للقواعد والشغلات الأخرى معان الكلمات التي نحتاجها دائما حتى بالوزاريات ومرات حتى نحل فراغات واسقاطات تسموها أو توصيلات لازم نقوم معاني معالتنا أكب نهاية الكتاب كلماته هواية سنترجح من وحدة وحدة ولازم تحفظون معانيهن هذا كثرة التكرار نقدر نحفظ المعاني فرح نبلش إذن بالليونة الأولى كلمات نهاية الكتاب اللي هي أنكل إذن كاحل بيسك يكون مريضا بلاد دم سجلوا يومكم طبعا و بلاد برجر ضغط الدم برجر ضغط و بلاد الدم و بريث يتنفس و كامل هنا تأتي تأتي ما يلفظ حملة تأتي حملة توعية مثلا نقول و تشكب فحص أو تشيك كيف نقولها و دايبة س مرض السكر مرض السكر أو السكري بينما دايبتك هذه طبعا قطعة مصطفى أخذناها هي المريض بالسكر الشخص المريض بالسكر و لدينا ديزي دوار أو دوخة و لدينا دولفين نفس الاسم دولفين يعني قطعة زي طارق هناك حروف V N يعني V بفعل مثل faint هنا يغمع عليه N يعني معناها اسم و لدينا First Ed إسعافات أولية و Fracture يكسر و Furthermore يضع إلى G Give Up يترك و يترك و يترك و يسامح أكثر جهنا استخدمناه يترك يترك التدخين مثلا Ice Skating تزلج على الجليد و هيا كلها مهم هاي الكلمات و Unpolite غير مهذب هي Polite مؤدب أو مهذب Unpolite غير Inblaster يعني يضعها بلاستر هو نفس نسميه بلاستر Inefficient غير كفو و خلينا معاكس حرفين Joint مفصل تجي و لدينا Lose Lose Consciousness وقدان وعي وبارا مدك مسعف وجمعها بارا مدك مسعفين بلندي أوف الكثير من بزلد محتار أو مندهش وهنا Regain Consciousness يعني استعادة الوعي عكس فقدان هناك وعدنا الشارك القرش مثل ما نعرف طبعا Shoulder كتف أيضا Sneeze يعطس و Swallow يبتلع تجي وعدنا متورم أو منتفخ يعني هيا و Take Up يبدأ هنا هي طبعا Take Up فعل مركب صارت يبدأ يعني Treatment علاج Try On يجرب نفس Try يجرب Unfair يعني غير عادل يعني يعني نشو نقول ظالم Fair ظالم عادل و Unfair غير عادل Unfortunate هذه الصفات معكوسة يعني غير محظوف Unhealthy غير صحي وعندنا Un pleasant غير فرح أو غير مسرور و الكلمة الأخرى Unusual غير اعتيادي وعندنا رس الرسغة التي يفصل الذراع عن اليد وهنا تنتهي إن شاء الله نلتقيكم في فيديو آخر